السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقف احسن موقف شفته في علوه الهمة موقف صغر جدا وكلنا عارفينه ويمكن اغلب من قرنام غير ما ننتبه ليه بس سبحان الله يعني انا بحب اقرأ في كتب علوه الهمة ويعني وبشوف الناس اللي عزوما عملت ايه وازاي وصلوا لان الناس اللي احنا بنقرأ عنهم دول ما اتولتش معا معا معلاء الدهب لا ده تعب وشقي ووجهته مشاكل كتير احنا بتواجهنا فبنكسل وبنقول ده عند ظروف في شماعة كده اسمها شماعة الظروف وبنعلى عليها المشاكل بتاعتنا تمام ورساله السلام بيقول تجدون الناس كابل مئة لا يجدوا الرجل فيها راحلة يعني من كل مئة قبل لما تلاقي جمل تقدر تشيل علي الحاجات فنادر جدا لما تلاقي حد عنده علوه الهمة ان هو قدر يكمل ويعني لازم علوه الهمة ده يبقى عنده استفادة يعني شعر بيقول اذا ما مضى يوما ولم اصنع يده ولم اكتبس علما فما هو من عمري يعني اليوم ده لازمته ايه في عمري مالوج ايه لازم خالص مجرد يوم عد علي وما سفادش حاجة تمام وعشان كده الواحب يخاطب نفسه يقول زريني انا المالة ينال من العلاء فصعب العلاء في الصعبي في الجبل والسهل في السهلي تريدين ادراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من ابر النحلي وشهر اخر بيقول بصرته بالراحة الكبرى فلم ارها هتناله الا على جسر من التعبي وبنكتبه بيقول ذو الهمة اللي عنده همة عالية الحطة يعني لو موجود ناس الشفاف في حمار يعني في قصة كده ان واحد كان شغال حمار في الاندلس وقال انها بقى خليفة وبقى فعلا هو الخليفة وفي في مصر عبيد وصلوا او مماليك وصلوا للحكم بسبب علو الهمة زو الهمة الحطة فنفسها تقبه الا علوة كالشعلة من النار يصوبها صاحبها الشعلة الاستحابة اللي كل منزلها كده هي عندها علوة انها تطلع فهي تقبه الا ارتفاع المواقف اللي انا شفته من ضمن الاف المواقف اللي انا رأيتها في علو الهمة بس المواقف ده ابهرني انا بكرأ الحديث تقبه انا بريد ونتعالى عب وفن الي الدولوجلقير والارسول بعيكم صاحبها يقول زوجان في سبيل الله نودية في الجنة يا عبد الله عز خير فمن كان من اهل الصلاة ضعية من باب السلاة ومن كان من اهل الجهاد ضعية من باب الجهاد ومن كان من اهل الصداقة ضعية من باب الصداقة ومن كان من اهل الصيام ضعية من باب الريان ف privat يدخل خ천 داخل فتركزه على طيبة معينة الجهاد مش موجود دلوقتي طب الصدقة طب معايش فلوس طب نسلوه نركز على الصلاة نركز على الصيام تركيزي بدور على الاباب ادخل منه ولو حتى ايه يعني ذوق اكده صغيرة الواحد بس يدخل كده فجاتب سيدنا ببكر صديق بيقول ايه يا رسول الله ما على احد من يدعى من تلك الابواب من ضرورة فهل يدعى احد من الاباب كلها سيدنا ببكر من عوال هيمة بتاعته مش عايز يدخل من باب ولا اثنين ولا ثلاثة ما شاء الله عايز يدخل من الثمن ابواب من الثمن ابواب فانا لما شفتها انبهارت ووصلت كل حاجة يعني لول هيمة ان فعلا ان الواحد يدور على كذا باب الخير يعمله بش هو ان نركز على حاجة واحدة لا يعني يحاول ان هو يدخل من الاباب الجنة التمانية يحط لي حساب في الصلاة وحساب في الجهاد وحساب في الصادقة وحساب في السيام كل باب من الاباب الجنة يحاول ان هو يدعى من الاباب ديت فانا شفتها اعلن اكتر موقف اثر فيه او حسيت ان فعلا فيه علوه هيمة هو الحديث دوت وحساب صحيح اشتركوا في القناة